السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد سياسة ألمانيا تجاه اللجوء واللاجئين وعلاقة ذلك بالاقتصاد الألماني وعدد السكان في ألمانيا المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا The Statistic of Bundesamt أعلن عن وصول عدد سكان ألمانيا إلى رقم قياسي جديد غير مسبوق وقدره 83.2 مليون نسمة عدد الموليد في ألمانيا لعام 2019 يتراوح بين 770.790.000 نسمة ولكن بالمقابل عدد الوفيات كان يتراوح بين 920.940.000 وهذا يعني أن عدد الوفيات أكبر من عدد الموليد وبالمفترض أنه عدد سكان ألمانيا في تناقص ولكن الحقيقة أن عدد سكان ألمانيا ازداد مرة أخرى لعام 2019 وقلنا وصل إلى 83.2 مليون نسمة فمن أين جاءت هذه الزيادة؟ الزيادة سبب الرئيسي هو الهجرة إلى ألمانيا بكافة أشكالها لكن لحتى نكون دقيقين أكتر رح نتحدث عن شيء اسمه الهجرة الصافية فالهجرة الصافية في ألمانيا لعام 2019 تراوحت بين 300 و 350 ألف نسمة ولكن ماذا نقصد بالهجرة الصافية؟ الحقيقة بتقول أنه في عدد من الناس من سكان ألمانيا يهاجر أيضا إلى خارج ألمانيا وعدد كبير يهاجر إلى داخل ألمانيا ولكن الفرق بين التنتين هي الهجرة الصافية وكان قدره 300 إلى 350 ألف نسمة ومن هالجزء هو اللي عبتم أيضا تعويض في فرق الموليد والوفيات في ألمانيا وبالتالي بحسب رياضية ممكن كل شخص الآن كمان يحسب عدد الناس اللي هاجرت من ألمانيا لعام 2019 وبالتالي السبب الرئيسي لازدياد عدد السكان في ألمانيا بشكل دقيق هو كلمة الهجرة الصافية إلى ألمانيا اللي عب تعود الهجرة اللي عب تحدث إلى خارج ألمانيا وأيضا الفرق بين عدد الموليد وعدد الوفيات حسب المكتب الاتحادي للإحصاء فأنه عدد سكان ألمانيا منذ 1972 المفروض يكون في تناقص لأنه منذ ذلك الوقت عدد الوفيات أعلى من عدد الولادات والمفروض أنه عدد سكان ألمانيا في تناقص ولكن بعتبار أن الأمر ليس كذلك بالمجمل علما أنه في سنوات تناقصت في عدد سكان ألمانيا وفي سنوات طبعا عب تزداد في عدد سكان ألمانيا وبالتالي الهجرة الصافية منذ ذلك الوقت هي اللي عب تعود عدد السكان في ألمانيا ولحتى نعرف أهمية هالأرقام اللي تحدثنا عنها الآن لازم نعرف أنه المكتب الاتحادي للإحصاء أيضا أعلن أنه عدد العاملين في ألمانيا أو الأيدي العاملة في ألمانيا سيتناقص بمقدار 4 إلى 6 مليون نسمة حتى عام 2035 وبالتالي يجب تعويض هؤلاء الناس في سوق العمل في ألمانيا وبالتالي الاقتصاد الألماني بحاجة إلى عدد كبير من الأيدي العاملة لتغطية النقص الحاصل والمتوقع أيضا في الأعوام القادمة فالاقتصاد الألماني بحاجة إلى أيدي عاملة تخصصية وخاصة في الأعوام القادمة وهذا هو السبب الرئيسي أنه ألمانيا أعلنت عن مشروع لهجرة العمالة التخصصية الذي سيدخل حيز التنفيذ في الشهر الثالث من هذا العام عام 2020 وأنا عملت فيديوهات عن هذا الموضوع بالتفصيل ممكن أحط لكم هنا رابط تشوفوا في أول فيديو والفيديو التالي كمان من هذه السلسلة ولكن لحتى نفهم السياسة الألمانية صح لازم نلاقي إيجابة على سؤال مهم جدا طالما ألمانيا عب يلجأوا إلى العديد من الناس يعني عب يدخلوا وبيطلب اللجوء في ألمانيا ومنعرف أنه العدد كان كبير منذ عام 2015 وألمانيا عب تحارب الهجرة الغير شرعية واللجوء إلى ألمانيا ومن باب آخر عب تفتح باب الهجرة للعمالة التخصصية إلى ألمانيا فلماذا لا يتم الاستفادة من الناس اللي عب تهاجروا بتقدم لجوء في ألمانيا ويتم توظيفهم وإدخالهم في سوق العمل في ألمانيا السبب هو أنه لما عبيجوا الناس إلى ألمانيا وبيطلبوا اللجوء ما كل الناس بتحقق فيها الشروط أو المؤهلات تملك المؤهلات لدخول سوق العمل في ألمانيا يلي هو السوق بيحتاج أيضا إلى درجة عالية من الخبرة والتخصصات فالناس اللي بيحملوا هالتخصصات وهالخبرة وعندهم الرغبة بأنه يندمجوا في سوق العمل في ألمانيا عندهم طبعا فرصة كبيرة فالناس اللي أجوا عن طريق اللجوء ومع ذلك بيحملوا شهادات جامعية أو خبرات في العمل وشهادات وعندهم الرغبة بتعلم اللغة الألمانية بسرعة والاندماج أو تعديل الشهادات إذا كانوا بحاجة إلى ذلك أو دراسة بسيطة لاستكمال التعديل الناس اللي عم تشتغل بهالاتجاه رح يكون عندهم فرصة كبيرة جدا أنه يدخلوا سوق العمل في ألمانيا ويغطوا جزء من الحاجة إلى العمال التخصصية في ألمانيا أما الناس اللي ما بتحمل المؤهلات الكافية أو اللي ألمانيا بحاجة إلى تحديدا فهؤلاء الناس أيضا ومع ذلك عندهم فرصة لأنه ألمانيا عم بتقدم كورسات اللغة والاندماج في ألمانيا وأيضا هناك العديد من فرص العمل وإن كانت يعني ليست بالضرورة التخصصية ومع ذلك عم بتم إعطاء الفرص للناس يعني العمل بمجالات أخرى قد لا تكون برواتب عالية جدا ومع ذلك هذه الفرصة موجودة للاستفادة قدر الإمكان من اللاجئين واستفاء يعني الناس منهم اللي إما معهم خبرات ومؤهلات عالية أو عندهم الرغبة أيضا بالعمل والاندماج وتعلم اللغة الألمانية ومع ذلك هذا لن يسد حاجة ألمانيا إلى الأيدي العاملة التخصصية ومع ذلك سيتم يعني استقدام الناس من خارج ألمانيا واستقطابهم للدخول إلى سوق العمل في ألمانيا ودعم الاقتصاد الألماني لأن ألمانيا بحاجة لألن في السنوات القادمة وهذا يفسر أن ألمانيا في عام 2015 فتحت حدودا لكل الناس فالهدف لم يكن اقتصادي بحث وإنما كان إنساني بالدرجة الأولى ومع ذلك هذا الشيء ممكن يفيد الاقتصاد الألماني إلا باستفاء الناس الراغبين والقادرين على دخول سوق العمل في ألمانيا وسد حاجات ألمانيا من الأيدي العاملة في مجالات تخصصية معينة النقطة الأخرى اللي لازم ننتبه لألة أنه ما كل الناس اللي قدمت لجوء في ألمانيا حصلت على اللجوء مباشرة ومنعرف أنه في عدد كبير من الناس في ألمانيا مقيم هنا وما بيحمل إقامة وحصل على الدلدن اللي هي بشكل أو بآخر وقف التسفير حتى أنه يصبح ممكنا تسفير هؤلاء الناس فالشخص ممكن يتساءل طيب كيف ممكن يستخدموا أو ليش ألمانيا عب تستخدم ناس من خارج ألمانيا علما أنه هدول الناس موجودين ويمكن إعطاءهم فرصة في الحقيقة ألمانيا كل فترة تعطي لحتى لهدول الناس فرصة آخر مرة كانت عام 2007 تم إعطاء هؤلاء الناس فرصة كل الناس اللي كانت بتحمل إقامة الدلدن أو حالة الدلدن يعني المفروض أنه هو يتسفر ومع بيتم تسفيره لأسباب عديدة من عدم وجود البصبور أو هالأشياء هدول الناس عايشين في ألمانيا وتم إعطاءهم فرصة شرطوا عليهم إذا بتجيب بصبور بلدك وبتشتغل في ألمانيا عطوهم إقامة سنتين مشروطة بالعمل فأنا رح أعطيك فرصة صلك عايش في ألمانيا عشر سنين أو خمس سنين أو سبع سنين ما أخدت إقامة عن طريق حق اللجوء فنحن مننتقل إلى شيء اسمه تغيير المسار هذا الشيء اللي سمعناه نحن أكتر من مرة من السياسيين الألمان تغيير المسار من اللجوء إلى العمل يعني الحصول على إقامة عن طريق العمل وليس عن طريق اللجوء فكل إنسان رح يصير عنده استعداد أنه يدخل سوق العمل ويشتغل ويعتمد على نفسه وما يأخذ مساعدات من الدولة تم إعطاءه إقامة مبدئيا لمدة سنتين قابلة للتمديد معظم الناس اشتغلت وحصلت بعد على الإقامة الدائمة وحصلت بعد حتى على الجنسية الألمانية لما حققت شروط إذن هاي الفرصة موجودة دائما للناس المجتهدة يلي ما ضيعت وقتها اللي تعلمت اللغة الألمانية اللي كانت جاهزة اللي عدلت شهاداتها اللي عملت أوس بلدون هدول تم إعطاء فرصة مرة أخرى في ألمانيا رغم إنه ما حصلوا على إقامة عن طريق حق اللجوء أما الناس اللي ما استغلت هاي الفرصة بمعنى إنه عدت مدة السنتين وما اشتغلوا فتم سحب الإقامة منه مرة أخرى وعادوا إلى وضع الدلدون وعادوا أيضا إلى الشعينات على سبيل المثال فالمساعدات اللي كانوا بياخدوها لما كانوا موجودين في حالة الدلدون أولي كانت ألمانيا الشعينات عبارة عن أوراق زوقيمة وليس المصاري المصاري ما كانوا يعطوها للناس اللي معهم دلدون وحتى فيه ناس يعني تانيين العايشين في العامات بياخدوا مساعدات يعني عينية وفقط تاشنجيلد كان قدره تقريبا أربعين يورو فهذا يعني إنه الناس عبتم إعطاءه أكثر من فرصة فالإنسان اللي ما اشتغل وما استغل هالفرصة وحاول يدخل سوق العمل ويستفيد ويعتمد على نفسه رجاء إلى حالة الدلدون وإن كانت الدولة الألمانية ما قدرت يعني تسفره وبالتالي هذا يفسر إنه فيه عدد كبير من الناس الموجودين في ألمانيا منذ عشرات السنين ومع ذلك ما زالوا بيحملوا إقامة الدلدون فما وصلوا لا للإقامة ولا للإقامة دائمة ولا إلى الجنسية الألمانية رغم أنه هن المقيمين منذ عشرات السنوات في ألمانيا وطبعا لحتى نكون منصفين لازم نعرف كمان أنه بعض الناس صارت متقدمة بالسن فلما تم إعطاء هاي الفرصة ما قدروا يحصلوا على عمل رغم بما اشتهدوا وحاولوا ومع ذلك ما قدروا يحصلوا على عمل ومع ذلك تأثروا بهذا الشيء يعني وعادوا إلى حالة الدلدون هاي الحالات أيضا موجودة حتى نكون منصفين ولكن الأغلبية العظمة يعني استفادوا من هذا القانون واشتغلوا حتى الناس الكبار بالسن يعني اشتغلوا أعمال بسيطة ولو برواتب بسيطة أيضا حاولوا يعتمدوا على نفسهم لأنه هذا الشيء ساعدهم أيضا بعدين بالوصول إلى الإقامة الدائمة وحتى الوصول إلى الجنسية الألمانية حاولت من خلال هذا الفيديو أنه أقدم لكم المعلومات اللي بتساعدنا على فهم السياسة الألمانية فيما يتعلق باللجوء والاقتصاد الألماني وعدد السكان ارتباط هاي الأشياء مع بعضها تم تفسيرها بشكل أو بآخر في هذا الفيديو هاي الخطوط العريضة اللي علاقة هالأمور الثلاثة مع بعضها بيساعدنا هذا الشيء على فهم سياسة ألمانيا لأنه كتير أحيانا الناس بتساءل أنه ليش مثلا اللاجئين ما بيتم أعطاهم هالفرصات ليش طالما في لاجئين في ألمانيا حتى ما معهم نقامات عبيتم استقدام عمالة تخصصية من الخارج أو يعني إصدار هكذا قانون هذا هو التفسير الكبير يعني والواضح لهذا الموضوع أتمنى أكون أفدكم بهالمعلومات لكل الناس سواء الناس العايشة في ألمانيا أو خارج ألمانيا أو عبتفكر بالمجيء إلى ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة